مرحب بحضور ضيفنا بالستوديو الخوري ميشيل جبور خادم رعاية مرمارون الجعيتة. اهلا وسهلا فيك ابونا ميشيل. اسمي السباح الخير الله معكم. الله يحفظك ويعطيك الف عافية. اليوم في زيارة لكفن يسوع لرعايتكن. اه نعم. بك تخبرنا اكتر يعني هل كفن هو صورة طب الاصل راح تزور رعايتكن ضمن لقاء بعنوان من لمساني. اه بنهار السبت المقبل ب 24 اشباط. خبرنا التفاصيل ابونا يعني كيف صار التنسيق ما بينكن وما بين ابونا رمزي جريج. اي نعم. بالوقع كنا عم نفكر بدنا نعمل شيء انه نخلي المؤمنين يتحسسوا او يدخلوا بجو مباشر يعني بعيش الايمان. نعم. انا الصهرات الانجلية يعني ما حبينا نركز على الصهرات الانجلية لانه الحكي عن الايمان وين ما كان. مهم. كل اللي عم تحكي عن الايمان. ابونا بس ازا بتريد ابونا ميشيل تقرب شويتا نسمع صوتك اكتر. تعليم المسيحي عم بيصير بكل المجالات يعني على كل وسائل التواصل. بقى. هل هو كافي على كل وسائل التواصل. نا اكيد مش كافي. نسمعت ابونا ميشيل شو كان عم بيقول. نعم. بقى. نحنا حبينا نعمل شيء. اه نطلعهم من السمع بقدر ما انه نفوتهم بجو شيء عملي. يكون فيه صلاة عملية فيها تطبيقية عملية تطبيقية. بديك تشد العالم اليوم. العالم شوية في عندها ندفة تكسل. بتحبه مؤمنة وكل شيء. مسمعين على هالرأي ابونا. كل الابي عم بيقولوا ابونا ميرب. ايه لنفس الشيء. انه اليوم مش بسهولة الناس عم تجعل كنيسة. صح. بديك تعملي لا. يعني اكيد بنا نعمل شيء انه نجلب هالناس. اه ونوعيهم بطريقة بدون ما يكون في اه يعني هيك اه 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 اجبار على الموضوع. لان العملية عملية حب. اه هي عملية علاقة حب بينهم وبين الله. بقى كيف انا نقوي هالعلاقة. صراحة يعني انا والمساعدين يلي معي. كنا عم نفكر بها الموضوع. وشو لازم نعمل. وقز بي بلجنة الوقف. بيجي حدا من اعضاء لجنة الوقف قول بنا نجيب الكفن. مهم. طب هايدي صورة مش صورة. يعني كيف تصير هايدي. هايدي شغلة انتو بتقدموا طلاب يعني بيكون. بيكون في اتصالات اكيد. طبعا وصار في حديث بالموضوع انه الكفن انه طيب هايدي نسخة الكفن الاصلي موجود بتورين وما بيطلع. الليلون يا عمي. نسخة طب الاصل يعني شو نسخة طب الاصل. يعني شو نسخة طب الاصل. بالنهاية لقي صور يسوع. هاودي صور يسوع مزبوط. حتى الزكاء الاصطناعي قدر يعطينا صورة يسوع. المهم شي بيذكرنا بالشخص يلي نحنا عم نتواجه لقاله. وخاصة انه الكفن خلق لنا موضوع كتير حلو. حبينا انه ننفذ هالمشروع هيدا. لانه بيخلي الناس تفكر بيسوع اكتر. يمكن لما تفكر بالحدث بحد زيته. الصليب. عملوا له حتى بالمشاهد الاباحية بحطولك اليوم الصليب وفي حرب. بقى نحنا اه لحتى نطلع من هالموضوع فوتنا اه انبسطنا بفكرة الكفن لانه في في هالمعانات اه وفي علامة الحب. نعم. قديش حبنا لحتى لضحها كرمانة. وبتنسب هالزمن يعني. اوه ممتازي جدا. بقى حبينا انه نفوت الناس طي يفهموا قديش الله بيحبهم. حتى هن يولد عندهم تجي من من قلبهم تولد هالمبادلة الحب هايدي. يعني هون في شغل على العاطفة والمشاعر اه ابونا ميشيل. مش بس عاطفة ومشاعر. بدك تحركي الفكر. نعم. بس تحركي الفكر الانسان بصير يفكر. هلأ بتظن من بعد ما يجي هالكفن. اه مثلا سبت الجاية والاحد. ويجوا هالعالم يتفرجوا عليها ويسمعوا. اه ابونا رمزي جراج ويسمعونا قلنا كمان بالإدي سيت رح نحكي عن الموضوع. رح نوجه هالفكرة. ما رح يمرقوا بكل الصوم يفكروا بالموضوع ذاته. مهم. ما رح ياخدوا اوقات يفكروا فيه يصلوا. هلأ لكي لما عم نحكي عن الايمان. بس ما صلينا. نعم. عم نجرب نوعي الاخرين. بس لما نفوتهم بمجال انه هن يفكروا. يعني نحن دفعنهم انه يصلوا. وهذا الشي المطلوب. مهم. وراح نتابع من ورا الكفان رح يكون فيه نشاط تاني بيتعلق بمساعدة اخوتنا الاقل وفرة. مهم. تحتى يكون شي عملي. ساعتها بيصلوا. مش بس بالفكر. كمان بال. بالعمل. بالعمل. انه اه يشيل من تفلس الارملة. ويساعد هالعائلة المستورة. او يساعد هالشخص الاخر. هيك بيكونوا صلوا اكتر ما انه يقعدوا يسمعوا وعزات. وبيطلع لك بالسهرات الانجلية اشخاص يريجي بقولك اسئلة تعجيزية. لحتى يبينوا انه هن بيفهموا شيء او بيعرفوا شيء. او بيكونوا ما بيفهموا. عم مستوضحوا يعني. مسلا. مسلا. بس المهم نحنا نوصل الناس انه يصلوا من كل قلبهم. هيدا بدنا ايا نوصل الناس انه يعيشوا هالايمان بصلاة وبفكر. ونشغلهم بالهم بالموضوع. الليهود شو الليهود بالنهاية. انه نخلي. ايوة نخلي الشي يتجسد بفكر الناس. نعم. بنا نخترحها يلا وسيلة بس نخلي الناس تفكر بالله اكتر. هيدا المطلوب. نعم. اليوم مش من السهل كلمة الله توصل للناس. اكيد. حتى اليوم صراع الاجيال بيعملك مشكلة. نعم. لجان ما بدهم الختيارية وما بدهم الاشخاص مع انه بعلموهم انه عندهم حكمة اكتر بيقدر يوصلكون اكتر ما بدهم. بدهم حدا قريب عليهم بعمرهم اكبر منهم ندفة صغيرة. حتى ليساعدهم لحتى ليفهم. مع انه كلنا بدنا نورة هالايمان من بعضنا البعض يعني. صح. لو ما في كبار ما في صغار. ولو ما في صغار ما في اكبر وما في اجيال بدا تجي. فاذا حفاظا على وديعة الايمان. نعم. علينا نخترع الاشياء الجديدة وهذا اللي هوت المزبوط انه نقدر بطريقة جديدة نوصل زيت المفهوم لحتى كل الاشخاص يتغزوا منه ويعيشوه. ويعيشوه. كيف راح يكون برنامج هذا اللقاء ابونا مشيل? اه. كيف راح بتبلشوا نهاركم? راح بيكون احتفال بالزبيحة الالهية? راح بيكون فيه لقاء خاص? راح ينحط الكفن قدام الناس? اكيد راح ينحط الكفن قدام الناس كلهم. اه. راح ينحط على على ميلي من المزبح على هذا لحتى بس نخلص القديس او شي يقدروا يمرقوا. لا يتبركوا. يتبركوا. ومن جهة تانية راح يكون اه ابونا رمزي. لان هو اللي عنده. ابونا رمزي جراج رئيس جمعية الاباء العزاريين باللبنان. نعم. اه. بقى حضرته راح يكون موجود وهو راح يحكي عن الكفن خلال الديس. خلال الديس. ومن بعدها عاملين نحنا ساعة صلاة. راح يشاركوا فيها الحركة الرسولية وكرة المرمرونج عيتا. بيقوموا بالمطلوب يعني من حيث الافكار. راح اكيد طبعا نحنا راح نكون مواكبين هالموضوع. بهاليومين راح يمرقوا لحتى نزبط هالاشياء. شو المقاطع اللي بدأت طبعا نحنا مجموعة عم نشتغل كلنا سوا. هدي عندك مساعدين ابونا اليوم. حضرتك الكاهن. عندي كاهن معاون وعندي اتنين شمامسة. وفي عنا لجنة الوقف يعني كلهم عسلامة عينهم ممتازين. وعنا بالكرال كمان وعنا الحركة الرسولية. يعني فيه اشخاص عندهم هالهيك دوة. موهبين ليكونوا بهذا المجر. نعم. 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 هكي الدعوة لكل الناس اليوم اللي عم يسمعونا اللي عم يشوفونا. كل اللي بحبو خاصة بالنسبة للشروحات اللي بدوا يعطيها ابونا رامزي. آآ عن الكفن بحد زيته. نعم. اكيد آآ المهم الشي الاساسي انه بخلينا نفكر بيسوع وديش حبنا يسوع وقديش ضحى كرميلنا وقديش ميت كرميلنا. مش شغلي هيك عابرة. مش شغلة هيني وسهلي. هيدا الشي بيفوتنا بجو آآ بعبرنا عن محبة الله لنا. هيدا الشي اللي اللي اغرينا. يعني قيمة الكفن كقيمة صليب يسوع المسيح. صح. مية بالمية. مية بالمية. نعم. 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 نعرف قديش كلفنا هالخلاص. وعوضة لزواتنا للتأمل. اكيد. في كل هذا المشروح. نعم. نحن بدنا نتمنى لكم آآ هيك كل التوفيق وان شاء الله بيكون في عدد كبير ان المؤمنين. آآ هيك تلمس قلبن آآ نعمة الله بهاللحظات. شبه. شبه. وعيدوا. وعيدوا التفكير بحياتنا. لنعرف ان هيك نقدر اكتر حياتنا. ما هو زمن الصوم. ايه ما زمن الصوم. هو زمن هل انه الانسان. العودة الى الزيت. العودة الى الزيت وتغيير العادات اللي ما بتتنسب مع المسيرة. نعم. فلزلك هالصوم هيدا رح يكون من ضمنه هال هالاشي الحلوي اللي بتخلينا نفكر. خلنا نرجع لزيتنا ونقدر هالحب العظيم اللي ربنا ضحك رمالنا. حتى نحنا نبادلوا به نفس المحبة. مهم. وهيك بنكون صلينا وبالوقت نفسه زاد ايماننا وكمان تشاركنا كلنا سوا مع بعضنا. الدعوة طبعا لأكبر عدد ممكن الناس يستفيدوا من حضور وهو رح يكون منقول كأكيد معكم. عبر شاريتي تيفي. عبر شاريتي تيفي ازا الله راد. نعم. انا بدي اشكرك يا ابونا. مرسي انا بشكركم. وانشالله بيكون هالزمن زمن نعمة مليان. لكل الناس اللي حبيني يفوتوا بالمشروع بمشروع الله الخلاصة. ليكون لهم محطات وهيكي ادوار. ونكون كلنا مسؤولين اليوم عن الرسالة والشهادة. شكرا من جديد. شكرا لكم.